اهلا بكم الى مجز اخبار الان قتلت طفلة وجرح اخرون بقصف مدفعي لقوات الاسد على حي في مدينة درعة قبل ساعات من اعلان الاخيرة تمديد وقف الاعمال القتالية في محافظة درعة والسويداء والقنيطرة جنوب سوريا حتى نهاية يوم السبت المقبل وقال ناشطون محليون ان قوات الاسد قصفت بالمدفعية الثقيلة حي البحارة في مدينة درعة من مواقعها في كتيبة البانوراما اعلن جنرال كندي في التحالف الدولي ان داعش على وشك الاندحار من معقله السابق في مدينة الموصل العراقية مؤكدا ان تطهير المدينة من مسلحي التنظيم بالكامل سيتم بحلول الاسبوع المقبل وقال جنرال ديف اندرسون ان القوات الامنية العراقية دفعت داعش الى جيب صغير اخير في المدينة القديمة في الموصل بالقرب من نهر دجلة افادت مصادر عسكرية يمنية بقتل خمسة عشر فردا من ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمقلوع صالح واصابة اخرين بجروح في ضربات لمقاتلات قوات التحالف العربي في محافظتي التعز وذمار وقال موقع جيش الموالي للحكومة الشرعية ان مقاتلات قوات التحالف العربي شنت 17 ضربة جوية على مواقع الميليشيا في مديريتي الوازعية ومقبنة في محافظة التعز جنوبي صنع قالت بيونج يانج ان تدمير كوريا الجنوبية بالنسبة اليها امر في غاية السهولة وذلك ردا على التمارين الكورية الجنوبية الامريكية المشتركة وبعد اقل من 24 ساعة من تجربة اطلاق الصاروخ الذي لقي ادانة دولية ردت سي اول وواشنطن بتنظيم التمارين تحاكي هجوما على الشمال اطلقت خلاله عدة صواريق قصيرة المدى سقطت في بحر اليابان بدأت بريطانيا في وضع السجناء المتطرفين في وحدات خاصة داخل السجون لمنعهم من اقناع سجناء اخرين بافكارهم وقالت وزارة الداخلية انها فتحت مركزا منفصلا جديدا بالقرب من دورهام شمال شرق انجلترا وبحسب تصريحات وزير السجون فانه يتم حاليا فصل اخطر المجرمين واكثرهم تخريبا عن السجناء الاخرين نظمت الشرطة الاكوادورية حفلا لتكريم 16 كلبا من عناصرها الوفية بعدما بلغوا سن التقاعد وبلغت اعمار الكلاب ثماني سنوات وظهر خلال الشريط المصور رجال الشرطة يصيرون برفقة الكلاب على سجادة حمراء لتقديمهم الى اسرهم الجديدة نهاية الموجز الى اللقاء